شدد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور على أن مجلس الأمن الدولي أخفق في تحمل مسؤوليته لوقف الحرب مطالبا الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمل مسؤولية التوصل إلى سلام بعد إخفاق مجلس الأمن في وقف العدوان على قطاع غزة وقال منصور أن مجلس الأمن خذل كل الدول في منطقة الشرق الأوسط في عدم تنفيذ ذيله لإرادة المجتمع الدولي والقرارات ذات الصلة وخاصة القرار 2735 الذي يدعو إلى وقف لإطلاق النار وأشر منصور إلى أن فلسطين تعد مشروعا لتقديمه للأمم المتحدة بشأن عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية موسيقى